وينضم إلينا من بغداد الكاتب والبحث السياسي لأستاذ هاني عاشور استاذ هاني مساء الخير شكرا جزيلا لوجودك معنا في نشرتنا هذه بداية برأيك ما هي معيارية الأطراف السياسية العراقية في تفضيل مرشح على آخر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية شكرا لكم بداية الاهتمام في هذه الانتخابات أقل من الانتخابات التي مضت كعام 2008، 2012، 2016 لأسباب أهمها الحملة الانتخابية الأمريكية بين الرئيس ترامب ومنافسه السيد بايدن لم تتناول الموضوع العراقي هذه المرة كما كانت الحملات السابقة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المسألة الثانية يعني ربما السياسة الخارجية بشكل عام لم يتم التركيز عليها باعتبار أن ملف كورونا له أولوية ملف الاقتصاد له أولوية ليس كذلك بكل تأكيد النظرة العراقية للقوى السياسية لا تنظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق بقدر ما تنظر إلى الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الجميع هنا يترقب ماذا سيحدث بعد هذه الانتخابات هناك احتمال كبير يعطيه السياسيون العراقيون بأن النظرة الأمريكية والمخطط الأمريكي المقبل للعلاقات بين البلدين ستحدده الانتخابات العراقية وليس الانتخابات الأمريكية أي من سيأتي بعد الانتخابات العراقية ما هي المتغيرات في العملية السياسية ليتم تحديد ملامح هذه العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ذلك نعم حتى نستفيد من وجودك أرجو التكذيف برأيك هل هناك من فروقات في السياسة تجاه العراق بين حكومة يرأسها دونالد ترامب وحكومة مثلا أو إدارة يرأسها جو بايدن الجميع هنا خاصة الكتل السياسية العراقية التي لها ارتباطات بإيران ترى أن بايدن هو الأفضل لأن بايدن كان جزء من مباحثات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ولديه دراية وخبرة كيف استمرت تلك المباحثات وما هي التحقيدات فيها وإلى أين وصلت أما بالنسبة لترامب فهم ينظرون إلى أن ترامب شدد العقوبات على إيران وربما سوف تتشدد أكثر إذا ما استلم ولاية ثانية هذه النظرة للقوة السياسية العراقية المرتبطة بإيران أما القوة الأخرى فترى أن وجود ترامب إذا ما بقي على كرسي الرئاسة الأمريكية سيتيح مدة أطول لبقاء القوات الأمريكية في العراق وهو الاتفاق الذي تم خلال زيارة السيد مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذي حدد مدة ثلاث سنوات لبقاء القوات الأمريكية في العراق إلى حين إرساء قواعد جديدة لهذه العلاقة القضية الأخرى والأهم أنا أعتقد هي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وضع العراق المالي وأزمته الاقتصادية لا تتيح للولايات المتحدة الأمريكية أن تساهم كثيرا في إعمار العراق في أن تأتي شركات أمريكية لتعمل في العراق لأن الوضع الاقتصادي العراقي متأزم كثيرا لذلك نرى حتى ما اتفق عليه خلال زيارة الكاظمي لواشنطن لم يأخذ حتى هذه اللحظة منحاه العملي من أجل تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض بالإعمار من بغداد الكاتب والباحث السياسي الأستاذ هاني عشور ممتن جدا لوجودك معنا أستاذ هاني شكرا جزيلا